موسيقى باسم الأب والابن الروح الكدسة الإله الواحد أمين اليوم الخامس من شهر توت المبارك شهادة القديسة صوفية وفي استشهاد القديسات دايماً كنيسة تقرأ لنا في صول متى 25 العزارة الحكيمات علشان تدي صورة لكل واحد فينا أنه نفسه الداخلية هي عزراء للمسيح إلهنا ومالتالي كل واحد فيه داخل نفسه هو يشتاك أن يكون على استعداد كامل للقاء العريس السماوي وبالتالي هنا الاستعداد والصهر تصهر على إيه؟ محتاجين أنه الإنسان يفهم أنه يحتاج أن يصهر على إيمانه أولاً الصهر على الإيمان يعني أنك تحفظ الوديعة تحفظ إيمانك تحفظ إيمانك بالثالوث الكدوس تحفظ إيمانك بالمسيح إلهنا مخلصاً وفادياً رباً وإلهاً تحفظ إيمانك أن المسيح إلهنا والديان العادل تحفظ إيمانك الذي تسلمته في طفولتك تحفظ هذه الوديعة يحفظ الإنسان إيمانه بلا شكوك ويحفظ الإنسان إيمانه مستقيماً علشان كده حفظ الإيمان هو أساس لهذا الاستعداد حفظ الإيمان بيعطي للإنسان حفظاً لحياته كلها وبالتالي هنا تحفظ إيمانك وبالتالي هاتبوس تلاقي فيه عندك فكرك يكون محفوظ في المسيح تحفظ الفكر تحفظ الفكر طاهراً تحفظ الفكر بعيداً عن الإدانة بعيداً عن النميمة بعيداً عن عمل الشر بعيداً عن الفكر السلبي بعيداً عن الشرور كلها وبالتالي حفظ الإيمان يساعدك على حفظ الفكر وحفظ الفكر يساعدك على حفظ المشاعر تحفظ مشاعرك طاهرة أن تستطيع أن تحب تحب لكي ما تعبر عن صورة الله الذي في داخلك الله الذي أحبنا هو يعطينا في داخل نفوسنا أن نحفظ هذه المحبة تحب كل إنسان كل إنسان في حياتك وكأنه ربنا بيبعث لك كل يوم هدية هي إنسان آخر تقدر تحبه تقدر تغفر للموسيقين إليك حياتنا مربوطة أساساً بإعلان محبة الله في داخلنا فكيف تستطيع أن تعلن هذه المحبة بدون أن تحفظ نفسك طاهرة حتى ولو أساء إليك إنسان أنت بنفسك محبتك وغفرانك يطهر هذا القلب وبالتالي حفظك لهذا القلب يحفظ الحواس وبالتالي تكون حواسك نقية كيف تنظر كيف ترى كيف تسمع كيف تفهم وبالتالي حفظنا للحواس الداخلية هو حفظ أيضاً لحياتنا وما وشاعرنا الداخلية عشان جده جي الكاثريكون بيدينا رسالة جميلة قوي بيقولنا كده فيها وكونوا جميعاً برأي واحد شوية تعليمات كده جميلة قوي بيدها لنا كونوا جميعاً برأي واحد وكونوا مشتركين في الألام وكونوا محبين للإخوة رحومين متواضعين غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترسوا البركة لأن من أراد أن يحب الحياة ورارة أياماً صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه أن يتكلم بالمكر وليحد عن الشر ويصنع الخير ويطلب السلام ويجد في أثره لأن عيني الرب تنظران إلى الأبرار وأذنيه تنصطان إلى تلبطهم رسالة جميلة من ربنا ليك احفظها وربنا يبارك في حياتك ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر